أكدت جامعة الدول العربية أن استعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان ستظل من بين أهم الأولويات رغم الجروح الدامية التي يعاني منها الجسد العربي جاء ذلك في كلمة الأمان العامة التي ألقاها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسان زكي أمام أعمال المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه المنعقد في باريس حيث أكد زكي في كلمته أن المآسيا والأثار الإنسانية المروعة المرتبطة بالصراع الدامي في السودان سوف تسجل بأنها أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال مشيرا إلى أن نحو 11 مليون سوداني هجروا من بيوتهم وقراهم إلى قرى وأماكن نائية وإلى بلاد مجاورة